أسأل الله أوقاتكم مكابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم رح يكون في عنا توقعات يومية هي توقعاتنا اليوم الخميس ولكن بدها شوية تركيز لأنه رح نبدأ بالتوقعات من مساء يوم الأربعة اللي هو اليوم موعد بث الحلقة لغاية نهاية يوم الخميس هذا واحد اثنين رح نحكي اليوم عن انتقال كوكبين أساسية أول إشي رح نحكي عن انتقال الشمس اللي رح تنتقل اليوم من السرطان للأسد ورح نحكي عن انتقال الزهرة اللي موجودة بالأسد رح تنتقل للعذرة فياريت تركزوا معي لأنه هاي التوقعات إذا ركزتوا فيها مضبوط تعرفوا توقعات شهر كامل أو تأثيرات الكامل عليك خلال فترة الشهر القادم طبعا زي ما حكينا اليوم التوقعات ليوم الخميس اثنين وعشرين تموز القمر اليوم موجود في منزلة البلدة وهي المنزل للثبات والربح والسلامة رح يمكث فيها حتى تمام الساعة عشرة وستة وثلاثين دقيقة مساء من مساء اليوم الأربعاء اللي هو واحد وعشرين سبعة لا ينتقل بعدها لمنزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية طبعا كل الأوقات اللي احنا منذكرها بتوقيت جرينيتش العالمي مش بتوقيت أي دولة طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية اللي هي من مساء هذه الليلة اللي هي الأربعاء على الخميس اللي هي زاوية ذكرناها يوم الأمس زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون الساعة عشرة وخمسة وعشرين دقيقة مساء بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاءهم وأدعهم في عنا خلو مسار بعد هاي الزاوية مباشرة ولكن مدة خلو المسار هاي مدة وعشر دقائق طبعا رح يبدأ هو برضو من مساء الليلة الأربعاء هاي على الخميس اللي هي الساعة عشرة وخمسة وعشرين دقيقة مساء رح يستمر لغاية الساعة عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج طبعا هاي فترة سلبية لا تصلح لأي شيء أو البدء بأي شيء بل الاستمرار بالأشياء اللي قررنا فيها ما قبل خلو المسار الساعة عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة القمر بنتقل وبستقر في برج الجدي عشان هيك التأثيرات رح تصير علينا من هاي ساعة تقريبا انه بصير تأثيرات بعض الصفات اللي بتيجي من برج الجدي من عدة طبعتنا الجدي من حاول إنجاز عمل متراكم منجد انه الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منه علينا الاجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية شراء بوليس التأمين طبعا بالنسبة للزاوية اللي رح تصير ما بعد انتهاء خلو المسار هي برضو بتصير قرابة الساعة يعني منتصف الليل زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري رح تصير الساعة 11 و40 دقيقة مساء من مساء الليل الأربعة على الخميس منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة لتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد منتصف الليل بصير في عنا اللي هو انتقال كوكب الزهرة اللي كان خلال فترة الماضي موجود بالأسد ولكن كان بشكل زوايا تربيع زوايا تقابل فكان وجوده بالأسد منتحس كامل فعشان هيك كان مؤذي بوجوده ما كان يعطي نتائج إيجابية لأغلبية الأبراج إلا للي كان في خارطة الميلاد تبعتهم زوايا أنه الزهرة كان موجود في زوايا أو في أماكن بشكل زاوية تسديس أو تثليث مع وجود الزهرة الحالي فعشان هيك قل اللي استفادوا في أمور من تأثيرات الزهرة طبعا الآن بما أنه رح ينتقل للعذراء بده أكم يوم لحديث ما يفكفك الزوايا اللي رح يشكلها بعدها بصير سعيد هو بطبيعة الحال وجود الزهرة بالعذراء مش بالقوة الكاملة لإله لأنه هو يعتبر يعني بيت ضعيف بالنسبة لإله فبنزل من طاقة الزهرة يعني ما بيخليها بالإيجابية العالية كثير ولكن أنه بظل أفضل من وجودها بالأسد بالفترة الماضية فشوي رح يكون في بعض الإيجابيات طبعا الساعة 12 و 36 دقيقة بعد منتصف الليل بينتقل الزهرة زي ما حكينا من برج الأسد لبرج العذراء رح يمكث فيه حتى صباح يوم 16-8 يعني برضو المدة مش مدة طويلة فعشان هيك انتقاله رح يكون أو حركته رح تكون سريعة في برج العذراء بيشعروا موليد برج العذراء بتحسن بيطرأ على مظهرهم الخارجي قوة العاطفة انجذاب أفراد من الجنس الآخر لهم بيستفيد معهم في ذلك موليد الأبراج الترابية أو مثل ثور الجدي وموليد الأبراج المائية زي السرطان والعقرب والحوت وكذلك كل شخص تواجد لديه ساعة ولاته كوكب الزهرة في برج العذراء أو في برج من الأبراج اللي بتشكل زوايا تسديس أو تثليث مع العذراء من يو اللي بنولد عادة والزهرة بتكون موجودة بالعذراء هذولا يعني ما بيتصرفوا بشكل رومانسي بشكل تلقائي هذولا بيحاولوا يحللوا العلاقة ويدرسوها قبل الشروع في هاي العلاقة لازم يتأكدوا من عواطفهم عشان هيك بيبدوا للطرف الآخر أن عواطفهم بارد أو ما عندهم عواطف أو ما عندهم رومانسية بس بالعكس ما عندهم ولكن بيحبوا يتأكدوا من كل شيء قبل ما يقدموا على الأمور العاطفية طيب تأثير هذا الوجود الزهرة في العذراء على جميع الأبراج برج الحمل طبعا هنا هي بتيجي مصالحهم على العمل أكثر شيء بالعمل عمل جديد زملائهم بالعمل ولكن بدهم ينتبهوا أو يحذروا من ارتفاع الوزن في هاي الفترة لأن الزهرة بيعطي دافع لارتفاع الوزن بالنسبة للثور بيعطي حظ عاطفي ومالي وفرصة بتكون جيدة أو ممتازة لبعض المواليد من الثور لخصوصا النساء اللي عندهم مشاكل بالحمل أو اللي حابين يحملوا بالفترة هاي يصير عندهم حمل للولادة هاي الفترة ممتازة جدا لهم الجوزاء بيستفيدوا في مجال العقارات السكن، السكن، الترحال، بيت جديد، العلاقات العائلية، المناسبات العائلية برضو بتكون ممتازة السرطان تعطيهم على مستوى السفر والاتصالات ولكن القصيري يعني اللي بيسافروا برجع أو داخل نفس البلد واتصالاتهم بتصير بكثافة في منهم ممكن يشتري أجهزة إلكترونية أو سيارات أو أمور لها علاقة بدراسة بمجال معين بتعزز العلاقة برضو مع الإخوة والجيران بالنسبة لبرج الأسد بتعطيهم فرص للمكاسب المالية أو تحسين الوضع المالي أو سداد بعض الديون أو أموال لهم بيحصلوها أو مكاسب بتجيهم من أموال كانت مفقودة أو معدومة يعني فيه فرصة على هذا المستوى العذراء بتعطيهم فرص عاطفية مالية بيهتموا أكثر بالنواحي التجميلية الفنية الأمور اللي إلها علاقة باللباس بالهندام بالتجميل ممتازة جدا لهم على كل هاي المستويات بالنسبة للميزان بتساعدهم بالتعامل مع مؤسسات أو عمل جديد أو تقديم طلبات أو ترقية في مكان العمل أو العمل من ضمن شركة كبيرة بالنسبة للعذراء بتعطيهم على مستوى النشاط الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية والمناسبات والأفراح القوس في مجال العمل بتعطيهم فرص لعمل ومكاسب عمل وأشياء لها علاقة بورده بعمل جديد الجدي بتعطيهم على مستوى السفر والاتصالات والقضايا القضائية طبعا السفر على المسافات البعيدة على مستوى أمور لها علاقة بالاتصالات الدراسة الجامعية وزي ما حكينا القضايا اللي لهم قضية الفترة هاي بتتحرك لصالحهم بالنسبة لأ بورده تجيهم أموال من شراكة وطبعا ممكن تيجي عن طريق بنك تيجيهم عن طريق شركة تيجيهم عن طريق ميراث مثلا عن طريق قروض بتساعدهم بشكل كبير أو أموال كانت لهم يحاولوا يحصلوها الحوت طبعا على مستوى الشراكة بتدعمهم الشراكة المالية والشراكة العاطفية في منهم ممكن يرتبطوا بالفترة هاي أو يدخلوا بعلاقة متطورة توصل لارتباط أو زواج برضو تعطيهم فرص لشراكة شراكة عمل ممكن يوقعوا عقود أو شركة جديدة أو يفتحوا يبدأوا بعمل جديد خاص فيهم طبعا بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال اللي حكينا عنه عن الزهرة هي زاوية تقابل بطيئة سلبية بين الزهرة وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و44 دقيقة ظهرا بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في هذا الموضوع وبسبب لهم نوع من أنواع الصدمات فعشان هيك بتكونوا حذرين حاولوا إنه ما تظهروا حالكوا كثير وما تعتمدوا على هذا الشيء بالفترة هاي أجلوها لحد ما تنتهي هاي الزاوية بالنسبة إلى الانتقال الثاني اللي هو رح يصير الساعة 22 و26 دقيقة بعد الظهر اللي هو انتقال الشمس من برج السرطان لبرج الأسد عشان هيك من الساعة هاي اللي هي الساعة 22 و26 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش بيبدأ تقريبا أول درجات دخول الشمس لبرج الأسد وهيك منقدر نقول لموليد برج الأسد كل عام وأنتم جميعا بخير لأنه خلال الشهر هاد كله أعياد ميلاد لموليد برج الأسد طبعا انتقال الشمس من السرطان للأسد مش معنى أنه الأسد وفجأة بدها تتغير حياته وفجأة بده يصير أحسن وفجأة بدها تصير الأمور معه ممتازة كثير هي الزهرة شوي ممكن تعطي دوافع على المستوى المالي ولكن بظل في نوع من أنواع الضغط عليهم لأن الشمس ما زالت لدى كثير من برج الأسد راح تظلها في بيت متاعبهم لغاية وصول عيد ميلادهم يعني بشكل تدريجي بتخفى الضغوط عنكم لغاية ما يوصل عيد ميلادكم تبدأ سنتك الجديدة وتبدأ المرحلة الإيجابية على جميع موليد برج الأسد وجود الشمس تلقائيا هي في الأسد بتمنح جو من التفاؤل والمرح والكرم وحب الحياة وبيستفيد مع ذلك أولا موليد برج الأسد اللي بيحتفلوا وبيعيد ميلادهم مبكرا خصوصا العشرية الأولى بعدين العشرية الثانية بعدين العشرية الثالثة طبعا زي ما حكينا بالتدريج بتأثر إيجابي مع موليد برج الأسد بهاي الفترة بشكل إيجابي اللي بيستفيدوا برضو من انتقال الشمس للأسد الحمل والقوس والأبراج الهوائية الجوزاء والميزان وأقلهما الدلو ليش الدلو؟ لأن الدلو بيكون مقابلهم تماما وجود الشمس وهاي معناها أنها بتسحب شوي من طاقتهم يعني بتعطيهم إيجابية بتعطيهم فرص ممتازة على مستوى الشراك المالية والعاطفية والزواج ولكن تلقائيا بتسحب من طاقتهم فبكونوا عرضة شوي لبعض التعب أو الأمراض أو ممكن يعني بحاجة لشوية نشاط لو وجود الشمس دائما في الأسد في تأثيرات بتصير على كل الأبراج ولكن كل برج بيختلف عن البرج الآخر بالنسبة لموليد برج الحمل يجتازوا فترة أو هاي الفترة بتكون فترة إيجابية عاطفيا وماليا وبرضو بتساعد النساء برضو للدخول في الحمل بالفترة هاي فعشان هيك هاي فترة إيجابية لإلهم وبرضو بتعطي عن أفراح مناسبات أو فرحة معينة عاطفية ممكن ارتباط أو خطوبة بالنسبة لموليد برج الثور بينصب اهتمامهم حول تنظيم مصالحهم البيتية والعقارية والعائلية وفي منهم ممكن يرحل من بيت لبيت أو يستأجر بيت جديد أو يرجع لأرض الوطن أو يعيش في مستقر جديد بالنسبة له بالنسبة للجوزاء بينشطوا في أمور السفر والاتصالات والدراسة وخصوصا السفر القصير الدراسة اللي هي الابتدائي والثانوي أو تحديد تخصصات أو أخذ دورات معينة في منهم ممكن يشتري سيارة أو أجهزة إلكترونية بالنسبة لموليد برج السرطان بتتاح لهم الفرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي أو بيستردوا مال بيعود لهم الأسد زي ما حكينا هم أكثر المستفيدين لا سيما صحيا بتأخذ شعبيتهم بالتصاعد دفعة للأمام ولكن زي ما حكينا بشكل تدريجي يعني كل ما بوصل عيد ميلاد شخص فيكم بس يوصل عيد ميلادك انت شوف القمر إذا كان في برج حليف لإلك من هنا بتبدأ فترتك أو سنتك الجديدة بالنسبة لموليد برج العذراء بيدخلوا فترة غير مريحة صحيا ونفسيا السبب إنه الآن الشمس صارت موجودة في بيت متاعبهم وهي إحنا منسميها شهر الغربلة أو شهر اللي بتنهي فيه كل شيء قديم عشان تبدأ سنتك فهذا الشهر هو شهر كيف تصفي كل أمورك القديمة ترميها وراء ظهرك وتبدأ حياة جديدة من أول وجديد فعشان هيك بدكوا تنتبهوا في هاي الفترة برضو لغذائكم راحتكم وعادي جدا ممكن تكون متفق على أمور وفجأة تختفي هاي الأمور أو تتأجل أو تلتغي ممكن تدخل في فترات فيها إحباط أو طبعا مش تقولوا إنه سعيد يعني بيحاول إنه يحبطنا ويدمرنا أنا بحاول أحذرك إنه الفترة هاي ما تعتمد على كل من يعدك بشيء أو يقول لك شيء أو يحاول إنه يساندك بشيء لأنه سهل جدا إنه يخلف بكل كلامه فعشان هيك بدك تعتمد على نفسك بدك تكون مرن بدك تكون روتيني يعني بمعنى آخر ما تشدش على حالك كثير في الحياة وبرضو ما دولش والله معمول لي سحر ومصر شمالي اختلفت حياتي دمرك حياتي لا هو من أسبوعين أنت بلشت تشعر بهاي الضغوط وهي الضغوط راح تستمر معك لغاية عيد ميلادك اللي بقول لك غير هيك هو كذب بالنسبة لموليد برج الميزان بينشطوا اجتماعيا ويتعرفوا على أصدقاء جدد وبينشطوا على مستوى الحفلات والمناسبات والدعوات بشكل كبير أما بالنسبة للعقرب بدفعوا بمصالحهم في مجال العمل وبالدعم من مركزهم الاجتماعي وعلاقاتهم وممكن يتعرفوا على ناس مهمين أو من منصب معين وبرضو فرصة لهم للي بيبحثوا عن عمل جديد هاي بتعطي فرص لهم خلال الفترة القادمة القاوس بينشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وخصوصاً البعيدة الهجرة الدراسة وخصوصاً الأكاديميين اللي هي الجامعيين هذول بينجزوا إنجازات رائعة جداً بالفترة هاي ومنهم ممكن يتابع قضية قضائية وتكون لصالحه أما بالنسبة للجديد تتحهم لهم الفرصة لمكسب مالي بيجي عادة من تركة أو شراكة أو تعويض وبيكون قوي جداً بالحضوظ خصوصاً على المستوى الأموال أو تعديل بعض الأمور المالية اللي كانت صعبة في الفترة الماضية أما بالنسبة لموليد بور جداً وبيعززوا شراكاتهم المالية والعاطفية وعلاقاتهم مع زوجاتهم أو زواج جديد أو أمور إلو علاقة بمصالحة ما بينه وبين زوجته أو الزوج بالفترة هاي ولكن بدهم ينتبهوا زي ما حكينا طاقاتهم ضعيفة بدهم ينتبهوا على صحتهم ويحاولوا أنهم ما يتخذوا قرارات مرتجلة يعني يدرسوا خطواتهم بشكل جيد أما بالنسبة لموليد برج الحوت فبيتراكم العمل عندهم أكثر من المعتاد بدهم ينتبهوا لصحتهم أكثر لأنه هنا القمر موجود في بيتهم السادس بيت الصحة بيت العمل فعشان هيك بسوي شوية مشاكل على مستوى العمل صحيح أنه الزهرة ممكن تخفف الوطأ عليهم تعطيهم شوية حضوض ولكن وجود الشمس في هذا البيت تحديدا شوي بتسبب لهم هيك يا عمل كثير يا شغل كثير يا إما أنه بقدروا شي لحقوينه الأعمال بتصير عندهم فوضى في الأعمال شوية خلافات على مستوى العمل مع زملائهم رؤساهم بالعمل وبرضو على المستوى الصحي بتظهر لهم بعض المتاعب مش الشيء اللي بخوف ولكن بهم الانتباه إلها بشكل كبير أما بالنسبة للزاوية الأخيرة اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهي رح تكون في تمام الساعة عشرة واربع وعشرين دقيقة مساء من مساء يوم الخميس بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك فعشان هيك أي فترة فيها أشياء إيجابية بالنسبة للقمر طبعا بما أنه موجود في برج الجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة ثلاث وعشرين سبعة بيبدأ في تمام الساعة أربعة وثلاث وثلاثين دقيقة بعد العصر وبيستمر حتى اليوم التالي أي يوم السبت أربعة وعشرين سبعة حتى تمام الساعة اتناش واثناشر دقيقة بعد منتصف الليل يعني أول ساعات أو أول دقائق من دقائق يوم أربعة وعشرين اللي هي بعد منتصف الليل بانتقل القمر وبصير في الدلو طبعا الأوقات زي ما حكينا كلها بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر القمر المحدد 13 يوم في تمام الساعة 331 دقيقة عصرا بيصبح 14 يوم نسبة الإضاءة بتصير 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس زي ما حكينا في السرطان ده تنتقل الأسد ورح تستمر فيه لغاية يوم 22 ثمانية اليوم هي سعيدة بنسبة 45% القمر في القاوس وبدو ينتقل للجدي طبعا هذا الانتقال رح يستمر لغاية يوم 24 سبعة في الجدي فهو سعيدة الآن بنسبة 60% مع ساعة الظهر بيصلى 15% وبيستمر باقي النهار عطارد في السرطان حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 60% الزهرة في الأسد وبدو ينتقل زي ما حكينا للعذراء ورح تستمر في العذراء لغاية يوم 16 ثمانية اليوم منتحسة بنسبة 50% المريخ في الأسد حتى يوم 29 سبعة منتحسة بنسبة 15% المشتري في الحوت بيتراجع المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15% وصلناها للتوقعات اليومية برج الحمل بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين اليوم بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بينفعك العناد ولا التحدي حتى لو اشتدت الضغوط حاول إنك تبرر عملك وحاول إنك تظهر مهاراتك ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة وإنت اليوم برضو طباعك وأفكارك مشتتة في نوع من أنواع العصبية عندك نتيجة الغضب أو الاضطراب بدك تحافظ على هدوءك برج الثور بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات وخصوصاً لبعيدة وبتزداد رغبتكم في التقرب مع أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم حاول إنك ما تجعل أي شيء أنه يحبطك لأن التطورات غنية بالفرص المناسبة بتنحصر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع عندك المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبياً هاي فترة مناسبة لأمور إلها علاقة بالسفر لورشات العمل للاتصالات البعيدة للعلاقات مع الأجانب حاول إنك تستثمرها برج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة بتصير متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية أهم شيء إنك ما تتشبث بمواقف متصلبة وحاول إنك تكون مرن ومبتسم ناقش بليونة ودبلوماسية اتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة حاول إنك تبدأ يومك بروح رياضية برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة ولكن وجود القمر مقابلكم تماما فهو مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن تكون متوترة بسبب التقابل هاد فحاول إنك تركز بشكل جيد وما ترتجل ولا أي أمر الأجواء ضغطة نسبيا والمسؤوليات بتكون كبيرة حاول إنك ما تنفعل هدئ من روعك خذ نفس طويل يابل ما تتخذ أي قرار برج الأسد بيبدأ العمل بتراكم لديكم مع هيك أنتو قادرون على إنجاز قسم كبير منه حاولوا إنكم ما تهملوا صحتكم هاي فترة يعني نشطة بالعمل يعني وبرضو بتعطي هيك شغلات إلها علاقة بالعمل بتكون جيدة حاول إنك تكون أكثر انضباط وتنظيما ممكن تنشغل بأمور صحية أو أمور رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء ممكن يكون عندك عمل جديد أو اتقرر على عمل معين برج العذرة بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم هذا يوم مناسب لنشاط فني وهاي الفترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجئة وسعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة وتحاول ترتيب الأمور هاي فترة بناءة وإيجابية لتعزيز العلاقة العاطفية وبرضو ليه منك تقرب ما بينك وبين الأحبة أو بينك وبين الأبناء وبرضو لا أمور لها حل بعض المشاكل بشكل إيجابي وتكون لصالحك برج الميزان بتفضلوا اليوم التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم بتبدو مقتربي ومرهفي الحس بعض الشيء ممكن تشعر بالارتباك أو تغضب بسرعة حاول أنك تتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحباء هذا اليوم رح يتركز على أعمال وإنشغالات منزلية وعلاقات عائلية برج العقرب بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة بتتمتعوا بسرعة البديهة والخاطر اليوم وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح الأفكار الجديدة ممكن تحصل على فرصة جيدة مشاعرك اليوم قوية جدا أو بتقدر تبرر عن مشاعرك وعن مواقفك بتنشط بالتنقلات والاتصالات بشكل كبير هذا يوم برضو إيجابي كثير حاول أنك تستغله برج القوس ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما أهم شيء أنك ما تتكبر يعني عادي خلي أي حد يساعدك الكواكب اليوم بتعمل لصالحك وبتسهل بعض الأمور في حياتك حاول أنك ما تسمح لأي أحد أنه يغشك بالفترة هاي بدك تكون حريص على أموالك وممتلكاتك حاول أنك تعزز الوضع المالي بشكل جيد برج الجديد بتبدأ اليوم فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم اليوم السيطرة على زمام الأمور ممكن اليوم تحاولوا أنك يعني تجد شيء جديد أو تبحث عن أمر مميز بتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات تعتبر هاي الفترة من أسرع فترات الشهر وأجملها إذا استغلتها بشكل جيد حاول أنك تدخل التنويع على حياتك الشخصية الفترة هاي بتحمل انفراج وتسوية برج الدلو بتشعروا اليوم بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا أنك تخلدوا للراحة القمر موجود في بيت المتاعب ضغط عليكم بشكل كبير هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر ومن كل حسم حاولوا أنك تركزوا بشكل جيد هذا اليوم ممكن تواجه ضغوط وعراقيل وامتحانات صعبة حاول أنك ما تكون أنت الخاسر يعني حاول أنك تأخذ كل الأمور بروح رياضية بدون متعصب ما في أشياء بتخوف على مستوى الصحة بما أنه القمر إيجابي ولكن بيطلب منكم أنكما تتسرعوا برج الحوت بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة ما في منها سعيدة وفي منها مش سعيدة بتميلوا لأمور إلها علاقة بالتواصل مع الآخرين ممكن تنجح في حج التأييد أو دعم لقضيتك ممكن تتحمس للقاء الناس أو للتعارف في منكم رح يسافر أو يتنقل من مكان لمكان أو ينضم لجمعية في منكم رح يهتموا لشؤون الأقارب أو أقارب الشريك بشكل كبير بالفترة أهم شيء أنه حاولوا تستغلوا هاي الفترة بشكل إيجابي يعني فيها دعم وقوة وثقة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء